الآن هذه أجزاء ثلاثة تعتبر مصادر لكنها غير محققة هل أولين بردلين يفهمون الباحثون أن الأجزاء التي صدرة في الآن أنتم أخذتم للأمانة بأمانة ما وجد وتم نشره لكن التحقيق مرحلة ثالية شيء آخر يمكن أن يقوم بها أي باحث آخر حتى ينقح هذه العلاقة المنضاف الأستاذ الحسين على هذه المختارة قبل أن تدخسوا أن المختار أيضا بالنسبة لبعض الباحثين العاديين عندما يقول مثلا وحد شعراء الوقت أو هلان يعمل الآن قاضيا في مدينتك مثلا لمن لا يدرك أن هذه المستعب ألفت في مرحلة تاريخية معينة قد يخترط عليه الأمر مثلا نعم وضيف ربما يكونك على الطلاع أكثر من دكتور ببعض الملابسات في حكم الانتمال والسري المختار كان صديقا للرئيس الراحل المختار سعين 1958 مستشار الثقافي عنده وشارك في الصياغ الأول دستور الجمهورية الإسلامية الموريثانية والله يشغل وظيفة المستشار الثقافي لرئيس الجمهورية حتى سنة 1967 حتى أنه موبولة فيه الرئاسة وكان المختار الداداه يتبنى بصورة شخصية مشروع موسوعة المختار الحانوي ربطه بعلاقات شخصية مع القادة الإسبان ومع الملك الراحل الحسن الثاني وكل قياس السلطات الثقافية والسياسية في المملكة المغربية لتوصيل مهمات بحثي مول له أصفار بحث في فرنسا ودول الجوار عموما وإسبانيا كان متابعا لأعمال الموسوعة وبعد تقاعد المختار الحامد فتح له مكتبه بثارة ثقافة وقيض له الوسائل على توضع المتاحة لذاك ومنحه المنزل المقابل للمكتب لتسهيل الأعمال طبعا كان الرجلان مختبطا حتى رحيل الشيخ المختار فلا غرابة إذن أن يكون قد اطلع على طبعا وخصوصا أن المذكرات لم تكن قد كتبت حديثا هي مذكرات رجلين فينا يكون بدأها من سبعينات وما قبل ذلك ولو على المستوى النوار ولو على المستوى النوار هذه نقطة طبعا الكثير من الباحثين أيضا أنا تحدث مع بعض الباحثين قبل أن نجلس جلستنا هذه الموسوعة وذكر لي أن هناك تحريفات حدثت وقيل لي أيضا أن الشيخ المختار الله يرحمون أنه كان يقول عندما يسأل عنها يقول هي فرقة على النار شمي حقيقة هذه فرقة على النار إن قال عنه كامت الناس أن لا يجي الواحد كيب يتنسى ويقبل منها الطشة ويتسبها الراس أنا جهود هذا الرجل الذي ذلك الظرفية التاريخية والصعبة إذا قال عنه مرة لا يمشي هزة لا يمشي على المحمير إياك يوصل لمنطقة نائية لا يمكن يوصلها الوتاة إياك ألف هاي الموسوعة هذا وجهوا واحدين مؤخرا بساطة ويتبنى وفكار وتودعونها نظر ما هي الجهود التي تتخذ؟ الحماية هذه المسوعة هي من التحريف لأنها موسوعة خطيرة من قطورة حديث عن القبائل الموريثانية والأعراق الموريثانية عندما أطلع أنا مدنة على أن أكرم معي على أن والدي لم يصح وحاول أن أطيذها داخل كيف يمكن حنايتها الموسوعة؟ على الأقل إذا نستقضى هذه الدولة على الأقل تكون هناك حماية على الأقل منها هي في الحقيقة مسألة مهمة وهذا يوضح للمشاهد كيف أن مشارحة للجميع والسلطات ومحاقبين وباحثين في هذه المسألة يواجب وطني لو لا هذه المسوعة ربما لكان عندنا أكثر من عشرين ألف ألم وعشرة ألاف مؤلم غير معروفة للشمهور ولا للباحثين لإنتصال لأنه تقريبا المسوعة هي المصدر الوحيد لتراجم آلاف من الأعدام الموريثة المختار كان يقول بأنها سكرت على النار طبعا لأنه نورا لحاجة المجتمع الباحثين الإجنان والباحثين الوطنيين في السبعينات والسبعينات إلى القيام بأعمالهم البحثية على المستوى التقافي والمعرفي كانوا بحاجة إلى هذه المسوعة وهو لم يكن بوسعه أن يحجبها عنهم فطبعا نهاية ومعنى ذلك كان أما مسألة تعرض المسوعة للحريف في بعض النقاط طبعا لا يمكن لأحد أن ينكره وينفيه لأنه واضح من طبيعة المجتمع ورغبة البعض في حصول على مزايا طبعا والأسباب أنا شرحت الظروط التي مرت بالمسوعة خلال الثلاثين سنة الماضية إنما ما زالت هناك إمكانية واضحة للتدارك الأمر وإخراج المسوعة كما ترك المؤذف أولا لا أتذكر أنه يوجد فساة من هذه المسوعة إلا ويوجد آلم أو باحث أو مثقف جملك من الصورة حصل عليها من هدية من المؤذف أو عارة أو صورها من المعاد الموليكان البحث العلمي في طور التسويد أو طور الرقم طبعا عندما ثانيا توجد نسخة لدى الأسرة وإن كانت غير مكتملة تماما إلا أنها مكتملة إلى حد بعيد وذالثا المعاد التي لا تزال موجودة لدى المعاد الموليكان البحث العلمي عندما يوجد جهد وطني وطبعا هذا لا يمكن أن تقوم به أسرة ولا أضراط فجهد جهد وطني لذلك فيمكننا نقول جزما لأن هناك إمكانية لعادة نشر كامل الأجزاء بالصورة التي تركها الموجودة بالحقيقة أن هذا العمل تشكراني علي لأنه الحد عمل أهم ونتمنى أن يكون هناك أيضا توجه أخر برعان الأقل في ظل ما يسمى بموافشوط عاصمة للثقافة الإسلامية وفي ظل هذه الأشيطة الثقافية التي تعيش فيها البلد أعتقد أنه من أبسط الأبجليات أنه بإمكاني الدولة الموريتانية الآن أمام تخليد موافشوط عاصمة للثقافة الإسلامية أن يتم إصدار على الأقل ثلاث أجزاء آخرين أو أربعة منقحة من خلال مجموعة معينة ويتم إصدارها مع احتفالات بهذه الأمور الأخرى بالنسبة لي نفعي شيء قال لنا عن المسعى ونستجي إلى المختار ونستجي إلى المختار مختار الحميدون أنا كما نتحدث معكم قبل الحلقة أنه من أوائي الناس الذين يهتموا بنقب الشعر في بلاد الشنقيض لكنني لاحظ أنه هو الدكتور محمد العبد الحي لطرحته في رسالة تخرجه من المدرسة العديد للتعليم أعتقد أجرى مقابلة مع المختار أيامها تقلم أنها كانت الثمانينات وسأله عن رأيه في الشعر الحديث حديث يوم هذا وكان جواب مختار أنا لم أقرأ لهذا الذي يسمونه أحبث شوقي وحافظ إبراهيم ومثلا للنص يقول أن لما أقرأ لهذا الذي يسمونه شوقي أو حافظ إبراهيم أو أي من يطيقون عليهم أسمه عرائم نهضة في مصدر والغريب الرجل لم يقرأ هذا وطبعا المختار مصدق منه رأيه لأنه يسمى الشوق الذي يبدأ عينه هذا لكنه أيضا هو لديه شعر هو أبو المدرسة الكلاسيكية في شعر موريتان طبعا ما هي الأسلام لأفقاده كما المختار لماذا لم يطلع على أولي الشعراء في مرحلته هو هو طبعا الرجل الذي يتكلم عن اللسان العربي طبعا هو اللسان الأوروبي ولديه أسفار ولديه الصلاعات ولديه حتى علاقات مع اللبنانيين المشارقة مثلا هل ما هي باعتقادكم الأسداب الفنية وهذا مجرد سيكون مجرد ستاج منكم ليس في قضية ما هي الأسؤال التي تعتقدون أن المختار لم يطلع إياه على الأدب المشارقي النصري أساسا في تلك المرحلة باعتقادك الأساس أعتقد أنه أولا مختار عندما يقول لم أقرأ بهذا يريد أنه لم يكن بالتواوين المائد ماما جميل كاملا فعادتهم حينذاك قطافة محضرية أن المرأة لا يدعي لنفسها قراءة كلين لم يحط به شعابة جاملة أما للطلاع العادر على قصائد من هنا وهناك وهو أكيد أنه انطلع عليه أنه قصيدة تولتي ألقاب المعكس القطافي وقصة السبعينات عن المولد النبوي وبناها على نفس روية قصودة شاعر القراءة بيهد وضح ما يريد أن يقول بهذه المناثب لا شك أنه طلع على الشعر المعاصر في عهده يعني بداية القرن البشرين بداية من خلال الصحافة اللبنانية التي كانت تصل إلى السنغال ولكن قبل الانتقال عن موضوع المهسوعة كنت أريد أن أقول أنه حتى بعد صدور هذه الأجزاء الثلاثة نحن اكتشفنا وداحظنا طلعنا من خلال تواصل الموريتانيين معنا الفرحين طبعا بهذا الإنجاز على نسخ من الأجزاء التي نشطها لم تكن بين أيدنا وكان بإمكانها أن تساعد مساعدة كبيرة في أن يكون تصحيح أفضل